طبعا خلاص يعني ما جرى في سيمبا جرى وانت لما بتحط ايديك على نقاط المشاكل لازم حتى تنطلق مرة اخرى يعني لو كان كولر تعامل مع المشاكل مش المشاكل يعني الصغرات النقاط الضعف اللي تفاجئ بيها في ماتش اتحاد العاصمة مع بداية السيزن 15-9 انا فاكر اول مجرد الاقلي كانت 15-9 وكنا كلنا مستنين التتويج لو كان تعامل صح كيفما كان يتعامل بالزبط الموسم اللي فات كان تعلم من الاخطاء وما وصلناش ان احنا نقلق في الدور الافريق احنا كنا بديين الدور الافريقي ببطننا ببطيقها صيفي قد دي كان وبين زي الاهلي بطل افريقيا وراح كاسعالم واحسن لعبة في افريقيا يعني كل الاستقرار الفني موجود كل حاجة يعني فلما بتظهر النقاط السلبية هدفك انه تحط الصورة قدام المسئولين لعل احد يستمع انما خلينا نبني على ما هو قاتل الاهلي عنده ماتشين مهمين جدا في جنوب افريقيا يوم الحد ان شاء الله الماتش هيبقى اعتقد الساعة ستة بتوقيت القاهرة ثم الاربعة في استاد القاهرة لازم تخش ماتش جنوب افريقيا ده يعني لو انا من كولر اجيب الورقة اللي قدامي دي والله العظيم مساعد ده اعود معاه وارسم معاه الخطة وارسم معاه السطارة الحديدية سطارة حديدية لازم تتعمل مفيهاش زار سيبك من اللي بيقوله المدرب بتاع اسبو ايه بتاع ساند داونز ده الراجل الشاب اللطيف بتاعهم ده اللي عمال كل شوية يقول لنا انا بادع ربنا سبحانه وتعايا يعني بعمل ادع في ربنا انه يعني ايه يرجعلي الفراودة بتوعي اللي فيهم مشاكل انا بادع ربنا ان انا عندي ازمات معرفش ايه هو ده هو بيقعد يقول كلام كتير كده فهو بيجرجرنا يعني دي مدرسة موسيماني يعني اه 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 مكوينة ده ولا اسمه ايه اصلي كل ليلة لكي يصنع الله معجزة صلاتي له ان يعيد لوكاس ريبيرو وبتر شالوليلي وثابيلو مورينة في اقرب وقت ممكن هم يصنعون فريقا كبيرا ولكن علينا ان نهنئ باقي اللاعبين الذين اظهروا انه يمكننا الاعتماد عليهم مصروف الطب مفيش فتي يعني هيلعب او مش هيلعب احنا تصلي ربنا سبحانه وتعالى انه يا كرمك ده طبيعي يعني لكن في الطب كل حاجة معروفة يعني هو بيقولك ان فيش كوك لعيبة كتير مش هتلعب قالك بيتر شالوليلي ده شالوليلي ده تسمو ايه ده عنده عنده يعني مصابه في المرحلة التانية من التأهيل بصوا بقى الكلام الدقيق معينه اللاعب 12 ماتش مع ساند دونز في الموسم ده وجاب 10 تجوال على فكرة يعني وعمل جولين يعني مشارك في 12 جول لوكاس روبيرو كوستا ده اللي هو البلايميكر بتاعهم البرازيلي وبرده في التأهيل كل تكلمة التأهيل يعني ممكن تلاقيه في الماتش على فكرة يعني ولعب 11 ماتش برضه الراجل ده مع ساند دونز الموسم ده ومساهم في 10 تجوال وجايب 7 منهم عندك ثابيلو مورينا ده الباكرايت عندك باثوسي اوباس برضه كله دول بقولك في مراحل تأهيلية سيفو موبولي ده لعب خط الناص عندهم ولد اثيوبي كده اسمه ابو بكير نصير ده وينجليفت عندهم سيان دان يانجا ده في نص الملعب كل دي لعيبة مصابقة بس في تأهيل انا متوقع من هنا حلاقي 3 ا4 منهم في ماتش الاهلي غير طبعا الولد اللي اضطرد اللي هو المفالة ده اللي هو السرد باك اللي اضطرد في الماتش بتاع بترقاتلتك وده الوحيد اللي اقولك مش موجود فهو الراجل عايز جرجرنا في التصريحات دي ينيمنا وكل حاجة ماشي مفيش مشكلة يعني ينيمنا يعني لكن لازم كولر الماتش ده بيه الزيت استطارية اللعبة سان دانز معروفة ومحفوظة اللعب القصير التمريري الكتير السيطرة على نص الملعب انتشار في الهجوم وعنده صغارات في الديفنس لما بتعمل عليها جمعات مرتدة يعني معروفة يعني فلازم تعمله استطارة في نص الملعب اللعبة لازم تكون قريبة من بعض لازم تكون بتغطي بعض ما تسيب لهش مساحات لانه عنده مهارات هو عامل زينا كده هم مستنين ثرو باس زي اللي بتعمل لحسين الشاحات عشان يخش عجون عشان يدخلوا جوه عال 18 ويرقص ويحطها كده ولا برستاو او عندهم لعبة برضو بتيجي من تحته كل نفس الكلام بالزبط لما بتلعب انت الاهل كورة نفس الفكرة اللي عنديها بتاعتنا يعني فانت لازم تقفلو كل الصغارات دي وتلعب على هاجمات المرتدة لازم يبقى عندك امام عشور في نص الملحب دي ما فيهاش يظهر انا معرفش في مشكلة يعني تصريحات كلر انبنع كانت غريبة عن امام عشور يعني حتى يا اخي لو انت عايز تقول لو هو حتى ما تمرنش كويس ما تقولش في المؤتمر الصحفي لان انت لما بتقول احنا بنعرف ان فيه ازمة وانت داخل على ماتش سانداونز يعني خلاص احنا عرفنا ان فيه ازمة وعدنا انتابع بقى فانبرح في التمرين وبتمرن بعد الماتش اللي ما لعبوش الماتش فانت بقى سحبته عشان قالك معرفة فالناس قاعدة راصدة كل الكلام ده بعد تصريحات كولر هو خد الجهاز بتاعه قاعده اللي عملة تتمرن بعد الماتش تسخن يعني اللي بلعبوش الماتش يعني بيجهزوا بدنيا وقاعد بالجهاز بتعفف عالارض وقاعد يتكلم معاهم ومعرفش ايه المدير الفني كولر فالناس راصدة الكلام ده كله بس ليه ما معشور مهم في نص الملعب اذا كنت اعتلعب بقى اليو ديانج وماروان او اليو ديانج والودي اسمه ايكوكا امام مهم لان امام هو اللي عنده القدرة على انه يدافع ويكمل الضلع التالت في المسلس السطارة اللي في نص الملعب واللي الكرة ما تروح ناحية اليمين هيضم جاري ناحية اليمين ويرد برسة ده ويدافع مع مع محمد هاني ومحمد هاني يقفل برسة ده وبيرجع يضم بيعمل السطارة معاهم امام عشور المسلس ده بيقافل على طول الناحية دي ناحية تناك نفس الكلام علي معلول يرد على طول ردة سليم اذا لا يبقى وحسين الشاحات ويخش كوكا يكمل معهم السطارة ناحية الشمال اللي هو المسلس ده كرة من العمق بيضم على طول كوكا جنب أليو ديانج قدامه بخطوطين امام بيقفل ويقفل المنطقة دي يرد شوية أليو ديانج الورد خطوطين ثلاثة في العمق عشان يقفل الحتة اللي قدام خط الديفنس وكوكا ومام عشور في الدايرة كل دي حاجات امام الوحيد اللي يعرف مش الوحيد اللي يعرف يعملها لكن الوحيد اللي تقدر تعتمد عليه بقى في الهجمات المرتد اللي هي الصغارات اللي متوقعة في الديفنس بتاع سانداونز اللي هو أول ما تسترى دي تعمل شغل وتسترى دي اللي كسبتك السنة اللي فاتت على فكرة الرجاء المغرب وكسبتك الوداد وكسبتك الترجي وكسبتك الهلال السوداني وكسبتك كل الماتشات بعد الوداد اللي داع الابطال في مطش والهلال فالأهل انطلق بعدها في أفريقيا السطرة الحديدية دي هي اللي كسبتك دور أبطال إفريقيا السنة اللي فات وكسبتك كل حاجة وكسبتك في السوبر المصري وكسبتك كل حاجة يعني يعني السطرة اللي هتعمل هي فين السنة دي في الماتشات المهمة مش عارفة لازم ترجع ويبقى إمام موجود لأن حمد فتحي كان بيعرف يكمل المثلث دا ومش موجود دلوقتي هل إمام هل في مشكلة هل ممكن نتفاجئ بكرة انه مش مسافر معرفش هل كولر يعني حينشف دماغه كانش كده ده السنة اللي فاتت قامت قصة بينه وبين عبدالقاد التاني ما تشلعبه عادي معرفش كولر هل في متغير يعني خلينا نقول في شواهد لمتغيرات وسلبية لكن مش هقدر أؤكدها قال لما يفوت شوية وقت إنما من ماتش اتحاد العاصمة في علامة ماتشين بتوعه سنبا في علامة ففي إيه ضوء أحمر خدوا بالكم هنا في زرار أحمر ما انساعد للقاية في تصريحاته بيحاول هو رجل بحكم يعني إنه هو رجل بيشتغل في النادي أو قريش شركة الكورة وهو عارف ما انساعد لي إن في حاجة مش مظبوطة أكيد من جواه ومن جواه مش راضي عن مودست أكيد مش بكلم على الصفقة كصفقة لكن أداء مودست صدمه صدم كل الناس في النادي الأهل صدم دي دي حق بيّن يعني دي حاجة مفهاش يعني إحنا لما بنقعد نضغط في القصة دي مش معناها إن إحنا عايزين يعني 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 نخلص على الولد على اللاعب لأ لكن دي صدمة المهاجم المنتظر ثم يصل ويظهر بهذه الصورة فخلينا نشتغل خلاصة على إيه إيه اللي جاي قالوا عند الماتشين لازم يلعب هناك صح ما تخسرش دي مسألة يعني لازم تبقى حريص على مية في المية إنك ما تخسرش نهائي إن شاء الله بإذن الله يعني الماتش بتاع يوم الحد ترجع هنا إلا اللي بيحاول مع الكاف إنه هو يأجل يأخر الماتش يوم بدل الأربع يتلعب الخميس وتلعب هنا على إن أنت تعود حتى تستطيع الوصول للمبرأة النهائية ترجمة نانسي قنقر